قال وزير الصحة اليمني دكتور قاسم بحيبح إن الشعب اليمني يكن لدولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً عميق التقدير والاحترام على دعمهم الإنساني السخي له في مختلف المجالات جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير بحيبح خلال توقيع مذكرة تفاهم تنفيذية لتدشين العمل في حزمة مشاريع لدعم القطاع الصحي في تسع محافظات يمنية بدعم من جمعية أحياء التراث الإسلامي وصندوق إعانة المرضى بدولة الكويت وتنفيذ جمعية الحكمة اليمنية